اشتركوا في القناة لتنفذ ما دار في غرف العرب السوداء لكن مصر كانت رؤوفة على الاموات ففتحت لهم المعبر الذي اغلقته على الاحياء من اهل غزة دانت مصر الحدث بعد ان شاركت في سياغته تهافت العرب على الاستنكار المتأخر والذي كان مرصودا ايام الجوع والحصار والقتل بالتقصيد استنكار فضحته تسيبيليفني عندما كشفت عبر يديعوت احرانوت اليوم انها ابلغت دولا عربية وغربية بالتحرك الاسرائيلي العسكري ضد غزة وبموجب العلم والخبر فان اي اسف عربي يسقط امام الاعتراف الاسرائيلي فلا يقنعنا زعماء الاعتدال العرب تحديدا انهم يعانون في سرهم ويتأثرون لمشهد اليوم الدموي ولا لتلامذة غزة وهم يحتمي بعضهم ببعض خوفا ورعبا من طائرات الموت في المواقف البيت الابيض اعطى الضوء الاخضر للمزيد مطالبا حماس بوقف الصواريخ حتى يتوقف العنف السعودية اعطى الضوءا مماثلا عبر صمتها القاتل سوريا بدأت اتصالاتها كرئيس للقمة العربية قطر استنفرت اتصالاتها لعقد قمة عربية طارئة بوصف اميرها رئيسا للقمة الخليجية وقد وافقت معظم الدول باستثناء مصر التي انبرى ابو غيتها الى تصريح اوقح من العدوان اذ قال نحن حذرنا سابقا ولم يسمعونا لكنه حذر حماس ولم يحذر اسرائيل من عدم الانجرار الى بحر الدماء وبين رزمة المواقف ضاع محمود عباس ابو مازن ولم يعثر له على اي اثر بعد ان كان قد حمل صواريخ حماس اسباب الازمة ولم ينتبه لاسباب الصواريخ واقلها الجوع والموت والحصار الاسرائيلي المصري غاب ابو مازن عن وعيه وظل منتشيا باطلاقي اسرائيل سراحي مئتين وعشرين اسيرا قتلت بدلهم اليوم مئتين واكثر معذور ابو مازن الذي كان بالامس يعرف وزير خارجية الامارات بفلسطين من بوابة اسرائيل وحري بنا اليوم ان نسأل الشيخ عبدالله بن زايد عن المعابر الاسرائيلية التي اصر على الخضوع لها وعن وضع الفلسطينيين وابناء غزة الذين لم يلقي عليهم تحية العرب ولعل المئتي شهيد اليوم يعيدون الوزير العربي الى رشد ابيه والاهم ان دماء غزة هذه ستفتح ذاكرة شيخ الازهر الذي لم يسمع يوما بحصار غزة مستهزئا حصار اي وارف اي وصله الحصار اليوم بعد ان وصلنا قرف المواقف العربية من شيخ الازهر الى ابو غيطه وصولا الى الهرم الكبير انتهى يوم غزة على حصيلة سوداء والباقي رؤوس قادة حماس التي تنتظر ربما عودة وزير خارجية السعودية سعود الفيصل من الهند ليومئ برأيه على قطافها وذلك بعد ان يفرغ من الوساطة بين الهند وباكستان واعان الله الدولتين على وساطات وزير لم يفلح عند العرب فذهب يجرب دبلوماسيته لدى الهنود الحمر ومن تحركات العرب الى لبنان الذي اقتصرت اندفاعته على شارعه لكن اشتركوا في القناة